أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عقب مباحثتهما اليوم بقصر الاتحادية أشار رئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجرائه مباحثات مكثفة وبدناء مع نظيره الموريتاني تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية لقد أجريت اليوم مع الرئيس الغزواني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية وقد عكست المشاهرات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها ترجمة نانسي قنقر